موسيقى السلام عليكم ورحمة الله للفن الهادث والملتزم أساطيره ومؤسسوها أساتذة كبار أرسوا القواعد وعبدوا الطريق ارتبطت بأصواتهم وكلماتهم أجيال وأجيال سمعوها وحفظوها وتربوا عليها فكونت ثقافتهم وغرست حب الله ورسوله في قلوبهم وشكلت وعيهم لقضايا الأمة وهمومها نستضيف اليوم في حلقتنا للفن نسمو علماً من أعلام هذا الفن الهادث والملتزم وقامة كبيرة من قامات النشيد أحببناه وتربينا على فنه لنشنف الآذان بصوته ونسمع منه قصص البدايات والطريق الطويل نحو فن هادف راق ومثمر رحبوا معي بالدكتور الفنان محمد أبو راتب يا أهلا وسهلا حياك الله أخي عمار وبارك الله فيك الله يحفظكم نورت هنا ونورت الستوديو نورت اسطنبول وتركيا الله يخليناك نحن قبل ما نبدأ بحوارنا معك بعد إذنك نشوف نحن المشاهدين إنفوغراف بسيط ونعود إن شاء الله للحوار ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 نبي الهدى لأني اتبعت نبي الهدى الله 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 يعطيكم عافية أستاذنا اللهم صلي على نبي الهدى كأنه كلمة الهدى تتكرر كتير أستاذ أبو كتير ألو ليها ربما مستوحاب اسم فرقتي فرقة الهدى أيضا كلمة الهدى جامعة أجدها فيها النور فيها الاستقامة فيها الرؤية الواضحة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الهدى أستاذ أبو راتب ما شاء الله عنك أنت من المنشدين الكبار اللي لا زالوا على نشاطهم الكبير وهي نقطة ملفتة للنظر الحمد لله يمت بصحتك وعافيتك ويبارك فيك نحن نتعلم منك دائما نحن حابين حقيقة نسلط الضوء على المشاريع التي الآن تجري أعدت قريبا أو التي ربما تعدل المستقبل والأستاذ أبو راتب الآن مشرف عليها أعتقد في الرابطة العالمية للفنون نبدأ بالكلام عنها لو سمحت ومن ثم نتطرق لأم الأخرى الرابطة العالمية للفنون هي امتداد لرابطة الفن الإسلام العالمية التي تأسست بعام 2003 توقفت بسبب الربيع العربي في 2011 وعيدت انطلاقه في 2019 رغم أنه يعني تحبه ولكن أنا عندي دائما قناعة أنه ولو أنت عم تعمل بعمل شوي فقير ولكن سيأتيه يوم ويكبر ويقوى وخاصة لأنه الهدف جميل وهو جمع الطاقات الفنية من بلاد العربية والإسلامية ودائما كان يد الله مع الجماعة يعني لو قدمنا عمل واحد الآن بسبب قلة ذات اليد يعني ولكن إن شاء الله أكيد أنا متفائل أنه رح يأتي أحدهم ويتبنى هذا العمل ويصرف عليه يكون يعني الله معطيه حتى نؤدي ما علينا من واجب الكلمة الحق والفن الحق لأنه هذه الرابطة يعني كما ما هو معروف هي تشمل أربعة أقسام قسم الفنون الصوتية من نشيد وموسيقى وقسم الفنون الحركية تمثيل ومسرح وحركات إيمائية ودبكات عربية رجولية قسم الفنون التشكيلية الخط العربي الرسم على الماء الإبرو الرسم والفنون التقنية لأن أصبح التقنيين اللي بيشتغلوا بالضوء بالديكور بالغرافيكس هذه الحقيقة أيضاً نجمعهم معنا ونتكامل في إنتاج عمالنا الفنية وتضم الرابطة الآن ما يقارب 150 فنان من مختلف رغم أنه يعني مثل ما قلت شوي العمل ضعيف ما كان مثل السابق في رابطة الفن الإسلامي العالمي كان عندنا ميزانية جيدة نعم ساوينا جائزة الشباب لخدمة العمل الإسلامي لمدة سبع سنوات وكانت برعاية الملك البحرين ساوينا مهرجانات المهرجان الدولي الأول في وهران وجاء 30 منشد وفرقة إنشادية من مختلف العالم الإسلامي ساوينا أنشطة كثيرة مؤتمرات فإن شاء الله تعود هذه الأنشطة ويتعود أنشطتنا وهي الرابطة يعني هي منصة من المنصات وأنا أؤمن أنه لا بد للفن الإسلامي الهدف أن يكون فيه عدة منصات وأتمنى أن يتعاونوا مع بعضهم ببعض لأنه نحن يعني جمهورنا محدود وقت لما نتعاون نوسع هذا الجمهور وربما نصل إن شاء الله نصل إلى الآخرين إن شاء الله وهذا الهدف حقيقة يعني لا شك بأنه الساحة بحاجة إلى أعمال كثيرة وإلى منشدين كثيرين وإلى تصعيد نجوم لأنه بالمقابة للطرف الآخر لديه عشرات ومئات الوجوه الجديدة بشكل مستمر فهذا مهم جدا طب فينا نعتبر مثلا أنه في إنجازات معينة للرابطة أنا أذكر مثلا في أيام كورونا كان جميل جدا وقتك إن المهرجانات اللي نشارك فيها عن بعد فهل تحدثنا شوي عن بعض النشاطات ربما يعني تجد صدع عند أحد الناس ويكون استعد للدعم والله يزيك الخير على هذه اللفت الطيبة نحن الآن نعد إلى دورة بين المقامات يقدمها الفنان المغربي عبدالإله شبوك إن شاء الله قريبا جدا رح نطلق أعلانها عندنا نجاهز لمهرجان أنا ما عم نحكي عليه كثير إن شاء الله حتى يعني يصبح حقيقة نجاهز لمهرجان ندعو عليه كل من يحبنا الفنانين والمشيدين في العالم بصورة معينة ونقيمه هنا في اسطنبول يعني هو نواة لأسكار إسلامي نعطي نشوف أحلى أنشودة أحلى شعر كتب بها السنة أحلى إن شاء الله يعني يتحقق هذا العام أو العام القادم أنا تحمست أستاذ والله ربما تترشح لهذا الأمل مونا ناحية تحمست الفكرة وأيضا عندنا يعني مؤتمر نناقش فيه بعض القضايا الهامة كغناء المرأة مثلا نعم ونحن عندنا بجانب الرابط العالمي الفنون في عنا قسم رابطة المنشدات لحد الآن ما دمجناهم مع الرابطة بشكل عام ولكن في أخوات عبينشدوا على اليوتيوب إلهم هواية النشيد نحن نحاول يعني نجمعهم نوجههم حتى تبقى يعني إنتاجاتهم ونتاجهم إن شاء الله مقبول ضمن حضورات ولكن نحن نريد أن نؤصل لهذا الأمر ونجمع به يعني هاي المشاريع في عندنا أوبريت في حب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نجابه به ما يعني يؤذى به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جمعنا بعض الكلمات ولحنا بعض القصائد فإن شاء الله يعني يصير أوبريت جميل وجيد في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يا ربي يعني نسأل الله عز وجل أن ينكلل مساعيكم بالنجاح لأنه نحن فعلا يعني كعاملين في هذا الوسط الفني في الإنشاد بحاجة إلى جهة مرجعية بالضبط يعني تضبط القواعد حسن تؤصل الأمور الفقهية نعم يكون هناك مثل ما ذكرت مهرجان سنوي يعني مثل مرجع لهذا الفن ككل فعني حقيقة نحن بأمس الحاجة لهذا الأمر غير موضوع دعم الشباب وتوجيه الضوء على المشاريع الصعي والرابطة بالذات يعني من أهدافه أنه تجمع الكبار مع الشباب الصاعد حتى يستفيدوا من تجاربه ونصير نقاش حوار بيبقى الفن الإسلامي يعني من دون هوية نعم يبقى فيه إلو كبير يبقى فيه إلو ناس نجوم صاعدة فيه تواصل مع كل الجهات إن شاء الله ونحن والله لا نستفيد ولا يعني إلا إلا هدفنا خدمة يعني في استفادة شخصية أصدي ولكن نستفيد من إخواننا وتجاربهم ونفيد الآخرين في هذا الحق والله أنا صراحة وإن كان شاهدتي أنا يعني مثل ابنك الصغير ولكن أنا أشهد بأنه ما شاء الله عنكم أستاذ أبوراتي بطريقة تعاملكم مع الفنانين والصغار في العمر والمنشدين الصاعدين يعني كمية الدعم اللي بيشوفوه منكم كمية التواضع ودماثة الخلق اللي بتقابلهم فيها يعني أنا تعلمت منك حقيقة المنشد مرشد يعني لابد إنه هؤلاء الشباب يعني كل إنسان بيحب يغني نعم وهذول عندهم الإمكانيات لو تركتهم رح مربما يعني عدد كبير منهم وهذا دايدني في طول المسيرة يعني بفرقة الهدى من وقت ما تأسست عام 1981 نعم ولحد الآن يمكن مرأ عليها شي حوالي 196 منشد منهم أصبحوا من كبار المنشدين أذكر منهم المنشد غسان أبو خضرة المنشد طارق أبو هدهود الله يرحمه توفى من قريب فريد سرساك موسى مصطفى شاركني في الفرقة أحيانا يحيي حوام طلع معنا إلى المغرب أبو الحسن علي أبو الحسن طلع معنا إلى الجزائر كنا نتعاون مع الترمزي يعني إذن في كثير من الشباب من خلال فرقة الهدى وهذا العدد الكبير صاروا نجوم كبار يعني الحقيقة نحن يعني نحن كلنا ينظر إلينا جهة واحدة النشيد الإسلامي شئنا أم أبينا شئنا أم أبينا لذلك يجب أن نكون مع بعض وإحسان واحد فينا يحسب على الجميع وإساءة واحد فينا يحسب على الجميع تماما صحيح تحت عنوان دعم المنشرين الشباب وأظهار المواهب أنا اللي عرفته الآن أنه أنتم بدأتوا العمل على برنامج جديد على شاكلة برامج المواهب فأنا ما أذكر عمنا أي معلومة حابب اسمع منك لو تعرفنا على البرنامج المشروع الجديد منشد القدس قدس استعر أكبر برنامج إنشادي ترفيهي يتغنى بالقدس الحبيبة مدينة السلام وأقصر طريق إلى السماء من اسطنبول مدينة السحر والجمال أرض الحضارة نشد للأرض المباركة حيث المسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين ولأن التغني طريقنا للتبني يجتمع منشدو الأمة من كل مكان من العرب والترك والبلقان وإندونيسيا وماليزيا وباكستان ليتغنوا بالقدس يجعلونها ترنيمة كل مسلم بل كل حر في قدس استعر تجتمع المواهب الشابة والأصوات العذبة لتترنم بالقدس الحبيبة ساكنة القلوب والأرواح في أمسيات إنشادية فيها الفرجة والمتعة والفائدة يتنافسون في أداء أناشيدهم الهادفة وليزرعوا محبة القدس في قلوب الشباب والأطفال كما هي مزروعة في قلوب الأجيال في منشد القدس يتغنى المنشدون بتاريخها من عهد عمر إلى صلاح الدين وإلى اليوم وليحكوا قصتها في إحياء الأمة كونوا معنا في منشد القدس قدس استار الموسم الأول قريباً جداً يعني هاي فكرة منشد القدس فكرة معروفة بشكل عام كبرامج المسابقات الغنائية والإنشادية اللي مثال عنها من منشد الشارقة واللي كان إلي يعني شرف أنه أساهم في فكرته وصناعته خاصة في المواسم الأولى وأكون أحد أعضاء لجنة التحكيم وجدت أنه مدينة القدس يعني تجتمع عليها القلوب صحيح وبالتالي التغني بها مشروع والتغني بها مطلوب وخاصة ما تدار فيها من أحداث يعني مدينة القدس تستطيع أن تقول فيها الوطني تستطيع أن تقول فيها المديح منها عرج المصطفى صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تقول فيها المناجاة فوجدت أنه فعلاً تستحق أن يكون لها برنامج خاص مسابقات نجمع الأصوات الشابة وننشد ليس ضرورة أن كل الأنشيء تكون للقدس ولكن ستكون محور محور البرنامج سيكون مدينة القدس وما يعني يلامسها من معاني نجمع هذه الأصوات من مختلف العالم الإسلامي وليس العربي فقط يعني عندنا الآن إن شاء الله إجراء تجارب الأداء في ماليزيا في أندونيسيا في بوزنيا أيضاً في تركيا إن شاء الله قريباً جداً في شهر تسعة ورح نصرح الموقع للمنشد خلال أسبوع وفيه جدول الأداء مشان الإخوة يبعثونا تصويرهم للأداء يعني يبعثونا الفيديوهات وأنا رح نخصص أيام نلقاهم في استوديوهات قنوات محددة نساوي فيها تجارب الأداء هذا البرنامج أتوقع له إن شاء الله الاستمرارية والنجاح ورح يبس إن شاء الله على أكثر من قناة حتى نضمن جماهير كبيرة في كل الوطن العربي وإن شاء الله هي تجربة من هالتجارب اللي منخوضان إن شاء الله يكتب لها النجاح وينتج معنا منشدين جدد نكللها بإقامة أكاديمية الفن الهادف أكاديمية النشيد الهادف إن شاء الله بحيث إنه يعني غيرنا وقع بغلط إنه يصير البرنامج وخلص المنشدين روحوا لحالهم لا نحن بدنا نجمعهم ونفعل أداءهم ونفعل ونساعدهم في إنتاج الألبومات إنتاج الأغاني حتى يموا هذا الفن جميل جداً وحقيقةً فيه يعني مثل ما ذكرنا يعني حتى لو كان هناك برنامج واثنين نحن بحاجة ثلاثة وأربعة لأنه يعني من جهة نحن بحاجة إلى أظهار المواهب الموجودة ومن جهة أخرى بحاجة رعايتها وتقديم الدعم لها ومساعدة على إنتاج عمل الأول والثاني والثالث حتى تمشي على الطريق الصحيح طيب أستاذ أبراتب يعني الآن لو مشاهدنا أحد الشباب وعنده رغبة يشارك لو تعطينا شوية معلومات يعني حتى نوجه المستمعين والمشاهدين يلي عندهم الأصوات الجميلة وربما إذا شارك ويكون في عندهم فرصة للظهور إن شاء الله بشكل صحيح الآن في موقع اسمه منشد قدس منشد قدس بروح عليه في شارك الآن ربما بالضبط الأسبوع القادم يكون مفعل أكتر لأنه هو جديد يعني وفي رقم تليفون رقم واتس أب في إيميل وفي فورم ممكن يعبيه ويحمل الأداء الصوتي والتلفزيوني لإله وإن شاء الله يتم اختيار الصوت الأجمل لكل بلد عندنا 15 بلد رح نشاء الله أنا بس بدي ملاحظة نحن الآن ربما يعني في ناس حتشوف الحلقة لايف في ناس حتشوفها بعد أسبوع فحتى نحدد توريخ نحن في شهر 8 الآن يعني من منتصف 8 لمنتصف 9 أو 2022 أو آخر 9 هذه رح تكون شهر ونص من استلام أو تجارب الأداء إن كان شخصية حسب الجدول اللي رح نحطه على الموقع أو إرسال الفيديوهات على الموقع ومتى يتوقع أن تصور المسابقة لاحقا؟ خلال شهر 10 كامل 10 وبداية 11 أو تؤجل إلى رمضان ما أخذنا النهائي ولكن تجارب الأداء رح ننتهي منها إن شاء الله خلال هذا معنات المشاهدين اللي حابين يتابعوا الموضوع يتابعوا صفحتك الشخصية؟ نعم أنا دائماً عم بنزل على إنستجرام وعلى الفيسبوك جميل ومعطي لينك إلى منشد القدس إن شاء الله إن شاء الله نحن وجميع المتابعين نتابع الأستاذ براتب على وسائل التواصل الاجتماعي ونشوف أخبار المسابقة إن شاء الله إن شاء الله كونه ذكرنا القدس وفلسطين والأقصى عم فكر ننشد مع بعض شيء عن هذه المواضيع الجميلة والله نشرف بالغناء للقدس وفلسطين والأقصى ويعني أنا شرفت أيضاً بحضرتك عدة أنشودة للأحباب أغني فكانت من يعني أضفت الله جمال على جمال ونتشرف بالنشيد سوا نحن نتعلم جمال منك الله يبارك فيك أخي أزيك الخير بسم الله الرحمن الرحيم للأحباب أغني أغنية الأمجاد للأحباب أغني أبطالاً أفذاذ من هناك أتيت إليكم أحمل بين ظلو إليكم من هناك أتيت إليكم أحمل بين ظلوع إليكم أشواقاً تزداد أشواقاً تزداد من عبط يرموك ومؤتا من أحفاد صلاح الدين من جيل قد عشق الموتى ليطاهر تربة فلسطين من أعبق يرموك ومؤتا من أحفاد صلاح الدين من جيل قد عشق الموتى ليطهر تربة فلسطين من هناك أتيت إليكم أحمل بين ظلوع إليكم من هناك أتيت إليكم أحمل بين ظلوع إليكم أشواقاً تزداد أشواقاً تزداد من شعب لله تفضى وجراح النكبة تكويه من قلب للأقصى نبضى من شعب لله تفضى من شعب لله تفضى وجراح النكبة تكويه من قلب للأقصى نبضى حباً ودماء تفضيه من هناك أتيت إليكم أحمل بين ظلوع إليكم من هناك أتيت إليكم أحمل بين ظلوع إليكم أشواقاً تزداد للأحباب أغني أغنية الأمجاد للأحباب أغني أبطالاً أفداد من هناك أتيت إليكم أحمل بين ظلوع إليكم من هناك أتيت إليكم أحمل بين ظلوع إليكم أشواقاً تزداد أشواقاً تزداد الله ما شاء الله شرفني يا أستاذي هذه الأنشودة عند معي تجمع الأستاذ أبو راتب وفلسطين ومقام النهوات الله وكل اللي بتحبه الله يخليكم بارك فيك إن شاء الله عنكم أستاذنا طبعاً أستاذنا أبو راتب أنتو عندكم ألبومات كثيرة ألبومات قديمة ولكن في أشياء جديدة انتجتوها وعم تنتجوها نعم فلو تحدثتنا عن أحدث ألبوماتك اللي نزلت في ألبوم نزل وأعتقد في واحد الآن يتم الإعداد إليه حتى يعني يكون متابعين لآخرات الأحبة رغم كثير بنصحوني إنو لبا أطلع ألبومات طلع أغاني يعني سنجلز تعم ولكن أنا شوي ذق أقديمة يعني بحب ماشاء الله حولك إذا أنت ذق أقديمة بحب يعني أطلع عمل متكامل عرفت كيف فطلعت من السن الماضية طلعت بالحب عائدون أنا ألبوم من ثمين أناشيد وموالين نعم وفيه أنا شيد جميلة جدا أبدأ سمعك بعد شوي منها أعتزه بنعمتي إسلامي الله الآن الألبوم اللي عب أشتغل عليه اسمه أنا والزمان وهذا بيحكي فعلا في أنشودة بتحكي على كأنه عن أبراتب يعني بهالدعوة وهالمسيرة من الأحزان والأفراح ومتنوع الحقيقة غنيت للشام غنيت لفلسطين غنيت لأعراس هاي أول مرة بدا أطلع غنيت أعراس يعني أمتى طالع الألبوم أستاذ؟ هذا يعني لازم نطلعه إن شاء الله بألفين واثنين وعشرين يلا شباب أجلونا الأعراس لألفين واثنين وعشرين حتى تحطوا لنشودة يعني أنا ممكن أسمعك مقطع من الألبوم الجديد هذا ومقطع من الألبوم اللي طلعته قبل خذينا معناتها نسمع شيء من بالحب عائد بالحب عائد طيب وبعدين نتكلم على ألبوم الجديد إن شاء الله هادي كلمات الشاعر سليم عبد القادر رحمة الله وهون كتير بحب أنوه للمنشدين أنه يا جماعة عطل شعراء حقهم يعني لازم ينذكر اسم الشاعر والملحن كل من شارك لأنه هذا من جمال وعدالة الصنع يعني نتعلم منكم أستاذ الله أستاذ الله أعتزوا بنعمتي إسلامي من كلمات الشاعر سليم عبد القادر من ألحان موسى مصطفى ومن إنشاد أبو راتب ومن توزيع زياد سيف الفنان الجميل ومن أنامل شركة الإنتاج استوديونة ويعني لمسات الأستاذ عمر عقاد من وجههم كلهم تحية عن جد نتعلم منك الذوق والوفاء الله يزيك أعتزوا بنعمتي إسلامي هو أغلى ما في أيامي قد علم روحي غايتها وأضاء الأكوان أمامي أعتز بنعمتي إسلامي هو أغلى ما في أيامي أحمل إيماني في صدري أسقيه آياتي الذكري والنفس تظل مدى العمري طيبة تحيا بسلامي أعتز بنعمتي إسلامي هو أغلى ما في أيامي أحمل قلبا لا تغريه دنيا لا زيف يغويه يهديه الله ويحميه إن هبت ريح الأوهام أحمل قلبا لا تغريه دنيا لا زيف يغويه يهديه الله ويحميه إن هبت ريح الأوهام أعتز بنعمتي إسلامي هو أغلى ما في أيامي أعتز بنعمتي إسلامي هو أغلى ما في أيامي قد علم روحي غايتها وأضاء الأكوان أمامي أعتز بنعمتي إسلامي هو أغلى ما في أيامي في هذا العالم كم نلقى أرواحا في الحيرة تشقى من يهديها الدرب الحق من يهديها الدرب السامي أعتز بنعمتي إسلامي هو أغلى ما في أيامي درب الأجمل درب محمد يسمو بالإنسان ويسعد وبه آماني تتجدد وتطيب وتزهو أحلامي درب الأجمل درب محمد يسمو بالإنسان ويسعد وبه آماني تتجدد وتطيب وتزهو أحلامي أعتز بنعمتي إسلامي هو أغلى ما في أيامي الله 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 يسلم هاتم أستاذ الله الله يسلم أكبر أنا بيطلع لي طلب صغير ولا ما بمشي الحال طبعا بظن بتعلم شو بدي أطلب صح أنا في أنشودة بهذا الألبوم طبيب وقلبي الله طيب يسمع منك أنا في حضرتك أستاذي يعني مساهم فيها أهلا وسهلا لو أنشد يزولوا الهم وبعض بسم الله أنا للأمان الأنشودة أول مرة سمعتها وقت كنا مجتمعين مع حضرتك و كنا نحضر ربما رجان أو شيء تذكر و لم يتم بعدين فسمعناها منك وأنا وقتها مات ملك نفسي حقا سبحان الله تأثر جدا فيها والحقيقة أيضا هي من كلمات سنيم عبد القادر وألحان موسى موسى يعني في هالأنشودة أعطى نمط جديد من الألحان فكانت كثير جميلة بسم الله يزول الهم والأحزان تبقى فيا للعمر ما خلا أبقى وهذا القلب أجلده ليقصوه فإذ بالقلب عاندى واسترقى يزول الهم والأحزان تبقى فيا للعمر ما خلا وأبقى يزول الهم والأحزان تبقى يزول الهم والأحزان تبقى فما لي إن كتبت الدمع شعرا وأمطرت البلاد هوا وشوقا فلي في القدس أشجان وحب كما أحببت من صغار دمشقا سأبكيها بشار حين أشدو وأندبها إذا ما القلب رقى وأحلم أن مرجعها قريب وأن الظلم عنها سوف يلقى يزول الهم والأحزان تبقى فيا للعمر ما خلا وأبقى وَهَذَا الْقَلْبُ أَجْلِدُهُ لِيَقْسُومُ فَإِذْ بِالْقَلْبِ عَالَذَا وَاسْتَرَقَى آه من القلب يا أستاذة مراتب الله يسلمها السن يا رب إن شاء الله نرى دمشق وكل بلاد المسلمين رفع عنها الظلم والهم والغم يا رب وتعود إلى ما كانت عليه منارة للدنيا آمين بإذن الله معناته نرجع نتكلم عن الألبوم الجديد الألبوم الجديد؟ نعم هذا الألبوم موجود طبعاً يحب يسمعه موجود على اليوتيوب يبحث عنه موجود جميع أنشيده وبدك تحكي لنا الآن عن ما تحضروه لنا من جديد الأعمال الحقيقة سجلنا ثلاثة أنشيد الآن منه نعمل على التسجيل الرابعة يعني حضرني من الأنشيد اللي عم نشتغل فيها الآن أيضاً هي لفلسطين والشعب الفلسطيني وخاصة بعد الأحداث الأخيرة تقول غدي غدي على أرض النبوات تقارع بالدجلعة أباطل الشياطين غدي إن لم يكن فيه غدي إن لم يكن فيه سوى لحن أغنيه فإن القلب يهديه إلى الشعب الفلسطيني أيضاً من كلمات سليم عبد القادر رحمه الله رحمه الله ترك أستاذ سليم عبد القادر ما شاء الله أعمالك زخيرة أي لا تزال للآن تنشد منها أشياء ما منعرفها يعني هذه القصيدة كتبها خصيصاً لأني قال لي لا ينشدها إلا أبراتف سبحان الله رحمه الله كونه سبحان الله أن هيك ذكر أستاذ سليم عبد القادر لو تحدثنا ولو هيك فيه عجالة عن هذه الشخصية وهذه القامة وعن علاقتك الشخصية معه أي نعم يعني الأستاذ سليم عبد القادر رحمه الله من الشعراء المبدعين في كتابة الأغنية المصورة أو الأغنية السمعية الشعر المغنى الشعر المغنى نعم كتب لي كثير من القصائل لأبي الجود كتب لأبي جانا لموسى مصطفى لحيحوى ولأبو راتب وعدد كبير من المنشدين وتوجها بعمله في مؤسسة سنة حيث أنتجت العشرات من أنشيد الأطفال الطفل والبحر يعني ترك ذخيرة من الشعر المغنى يعرف يكتب القصيدة يعني لما بيكتب القصيدة بتأخذها بتلحنة دغري يعني بتطلع بتحسه ساعدك بتلحنة دغري رجل كان رحمه الله يعني وقور ذو حكمة محب للإسلام وأنا بعرفه وهو صغير يعني يعمل في مجال العمل الإسلامي وفنان أيضا أبدع في النسر وأبدع في المسرح كان يكتب مسرحيات ومسلوها الشباب في المساجد يعني هذه الشخصية الحقيقة نادرة وتخطفهم موت وهو شاب رحمه الله فنزل له تحية وإلى روحه وأنا نسى الله سبحانه الله ودرجات العلم ودرجات العلم ودرجات العلم ودرجات العلم وله أشهر أنشود لي وهي ماضي وأعرف ما دربي وما هدفي أسسوا الجنات وناره يعني من زمن كبير من أربعين سنة وأنا أنشد له هذا الرجل يعني والحمد لله في الزمن الأخير يعني أنشد الكثير من أنشيده مثلا في ألبومي ربيع الشام أنشد من يأخذ من لو نسمع بعد نسمع من يأخذ من آه بيد الأمة آه من من درب الحيرة والظلم من يعطيها شعلة نور 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 وبها يمضي نحو القمة من من يأخذ من إذن تجد في شعره يعني صور جمالية وصور فيها يستحس من يستمع له ومن يستمع له هذه الكلمات فعلا أن يشعر بآلام الأمة بآمالها بكيف يعني يجعل هذا الفن الفن الهادف يصل إلى كل القلوب حتى أنت عم تنجلت سبحان الله تخيلتها فورا ممثلة على المسرح يعني حتى طريقة اللحن في هذه الأنشودة تصويرية نعم بشكل كبير لحنها بشكل أنه يعطيها الصورة وتوزيعها كانت أيضا جميل وزعها الأستاذ أيمن الحلاق فمن وزيه له تحية كمان نعم يعني ما شاء الله كان عمل متكامل ما شاء الله كونك أستاذ أبو راتب أنت أنت رجعتنا للقديم فقط نفتح باب القديم نحنا كلنا مستمعين لقديم الأستاذ أبو راتب ومحبون له وأنا للأمانة طول الحلقة هون شايف طلعت عينولي أستخبر الأستاذ أبو راتب بدنا قديم فللأمانة طلبت جدا مني أنشودة إيهي أمي إيهي أمي ففي إمكان نسمعه منك وصبحت طبعا هذه الأنشوذة كتير يعني بتصلوا فيني ناس وخاصة من فلسطين الحبيبة يعني مؤثرة في نفوس الشباب هناك كونوا نعيشون الأحداث فأنا أحبها كمان أيضا فأنا لازم يعني ننشدها في هذا البرنامج بسم الله إيهي أمي لو أراكي قبل ما يأتي الرداء زوديني بدعاكي وامنحي قلب الرضاء إيهي أمي لو أراكي قبل ما يأتي الرداء زوديني بدعاكي وامنحي قلب الرضاء كم أناذيكي بقلب أثقلاته النائبات وأراه طيفك حولي ساطعا كالنيرات لست أخشى من ممات فالفداء عزب ثمين غير أني لو أراكي يبسم القلب الحزين يبسم القلب الحزين كلما ناديت صوتا يرجع اللحن هبا وترادده البراري خليا منه الرجا أمي أمي لست أرضا بهوان أو ركون أمي أمي لست أرضا كم أناذيكي بقلب أثقلاته النائبات وأرى طيفك حولي ساطعا كالنيرات لست أخشى من ممات فالفداء عزب ثمين غير أني لو أراكي يبسم القلب الحزين يبسم القلب الحزين رحم الله أمي رحمها الله تعيش يا أستاذ الله أمي رحم الله أمي أسأل الله عز وجل أن يجمعك و يجمعنا جميعا بها حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كانت تسمع هذه الأنشود تشعر أنها موجهة لها فتحبها أيضا سبحان الله رحمها الله رحمه الله الله يبارك فيك أستاذ الله أمي أنا حابب حقيقة استغل وجودك معنا وأطلب منك أن توجه لنا النصح كمنشدين الآن في الساحة و كمنشدين ناشئين يعني ربما يكونوا هن النجوم العشر سنوات القليل الحقيقة يعني بالفن نسمه بواب لنا للمنشدين لأنه عم يتابعوا و ما شاء الله أخذ مكان مرموقة عندهم أقول لهم يعني يؤلموني أنه الآن المنشدين حاطين التارجت اللي بديصلوا أنه بديصل كالمطرب الفلاني و كالفنان المعين وأنا أقول لهم الطريق يختلف يعني لابد أن يكون لنا شخصيتنا لابد أن لا نخرج من جلدنا والله يعني لن يقبلوك بهذه الكلمات و بهذه الشكلية و بهذه الروح لن يقبلوك بينهم أخي هم لهم فنهم فن فيه شيء جميل يعني فيه يعني و أطمط بيقول ابتهال بيقول نحن لا لا ولكن أنت تقول فن له مواصفات له أهمية الكلمة ثم الكلمة ثم الكلمة لأن الإنشاد إرشاد فلابد أن تهتم بالكلمة يعني أنا أستغلب من المنشدين يهتموا لي باللحن و التوزيع الموسيقي و الكلمة ما بيهتموا فيها و النجوم يعني كبار بس مع الأغنية أو الإنشوذة عفوا فأجد أنه ما أخذت الرسالة منها يعني واضحة صحيح يصفق لها الجمهور و فيها يعني لحن طيب و أداء حلو ولكن الأساس و الكلمة صحيح بينما وجدنا نجوم الآن يعني مثلا ووجه تحية لحمود الخضر حمود الآن عم بيشتغل شغل كويس عم بيجيب الكلمة الصح يعني مثلا وفيها الحداسة يعني أغنية مستنيك مثلا يعني وقت واحد بسمها تفوق الأغاني ولكن بالأخير عم بيستني الهدف و مستني الوصول إلى النتيجة الرائعة في حياته فهي نوجه تحية كبار لمثل هيك أعمال و أنا و ناشد جميع المنشدين أن يهتموا بالكلمة يهتموا بالأداء الموسيقي الأداء الإنشادي لأنه أيضا ينظر لنا يعني أحيانا أنه شوف هل المنشدين عم ينشز لازم يكون عنده دراية علمية دراسة يكون فيه موجه له فني حتى ينتج صح أن ينظر إلى الإنشاد ليس كمهنة يعني الإنشاد إرشاد والإنشاد دعوة الإنشاد وسيلة دعوية أنا لا أمانع في أنه يعني يأخذ مكافأة على ما يقوم به لأنه عم بيأخذ وقت بيأخذ جهد بيأخذ هذا مشروع ولكن الهدف منه الأول أن يكون رسالة حتى ما يكون فيه حاجة لأي تنازلات أو لأي خروج عن النص بسبب الأول المادية بالضبط بالضبط والتعاون المشترك ما بينه وبين إخوانه أنا كثير بإقلمني لما أرى منشد يتكلم على منشد أو يحاول عرقلت منشد أو يحاول عرقلت منصة معينة بالحكس نحن كلنا ينظر إلينا رجل واحد فأنا بهمني أدعم عمار يصير نجم والله العظيم أحب أن يصبح للمنشدين كل النجوم ويأخذوا أكبر المكافآت أقول لماذا لا أحب لأخي الفلاني وللأخي الفلاني أن يصبح مشهور وغيره من المطربين عم بيأخذ عشرات الآلاف من الليرات والله هذي كل مرة حضرت يعني أنا كثير مواجب بحمود الخضر من مواجه له تحية حضرت له حفلة يعني فعلا أنه عم بيأدي صح الجو صح الشركة اللي أنتجت له صح اللي ساوت له الحفل صح هيك بدنا على هذا المستوى فأتمنى أن يكون نموذج وطبعا من وجه تحية كثير أنا أكبر للمنشدين أيضا الصاعدين والمنشدين المخضرمين أيضا مثلا حفلات موسى بأوروبا لا تقل نجاحا حفلات عمود مثلا محمد كندو الآن عم بيساوي أشياء كثير جميلة الحقيقة يعني تفتقر لها المكتب في دقيقة واحدة أستاذنا المنشدين الصاعدين الآن الشباب اللي الآن بدون يتجهوا إلى هذا العالم نعم شو بتنصحهم في عجالة في دقيقة أولا يتقبلوا النصيحة عدم التكبر يأخذوا الإنشاد رسالة يكونوا لهم مرجعية شرعية الحقيقة يعني لازم يكون في مرجعي للمشاهد أنا كنت والله دائما أرجع لي من أعتقد بصلاحهم من المفكرين والعلماء وأستشيرهم بما أكتب لأنه أنا كثير كتبت أن أشيد من كلماتي بما أنشد للشعراء باللحن حتى أحيانا بأنه كيف أنا إن شاء الله عم بأدي صح المسرح شكلي كذا فرأيين أحسن من رأيه وثلاثة أحسن حقيبة جدا فدائما وأن يقبل أن يساهم في كل ما يعرض عليه من هذا لأنه ما يتكبر والله أنا أحيانا اثنين ثلاثة أنشد أمامهم عندي أحسن ما أنشد بمسرح كبير جدا لأنه ربما أفيدهم هؤلاء متشوقين لأني فلذلك تلاقيني عم بأبل دعوات هنا وهناك يعني متعددة حتى أساهم في نشر هذه الكلمة الله عزيزيك عنك الخير نصائح قيمة جدا والله كل واحد فينا بحاجة أنه يعني يلتزم بكل نصيحة من هذه النصائح ما استطاع إلى ذلك صديقنا الله عم شكرا جزيلا أستاذنا الكبير أستاذ المراتب على هذا اللقاء اللي نورتنا فيه بقناة قاف وفيه برنامج بالفن نسمو ونحن دائما بالفن نسمو بكم يا أستاذنا وبأمثالكم من الجيل الكبير اللي تعلمنا من نوات ربنا بالفن نسمو اسم على مسمى الحمد لله بمقدمه ومعدينه وقناته ما شاء الله متكامل شهادنا على تسبيه يا أستاذنا شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا للمشاهدين الكرام على متابعتهم لنا في هذه الحلقة وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في أسبوع جديد وضيف جديد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله